تقدر تقول كده انها بداية طموح جديد وتحقيق او السعي لتحقيق انجاز قد يكون الاول في تاريخ النادي الاهلي ننسى كل اللي فات ونبدأ مشوار البطولة المفضلة لجماهير النادي الاهلي في مشاركة تسعة ممثلا عن قارة افريقيا وفي مشاركة ربعة على التوالي بيبدأ الاهلي رحلته للمشاركة في كاس العالم النهاردة البيعصة وصلت بسلامة الله للسعودية في كلام كتير الحقيقة عن الفرقة المشاركة يبدو كده يبدو انه الجميع لا يصف في افضل احواله يعني على مستوى النتائج تحد جده مؤخرا سواء كنا منتكلم على دوري ابطال اسيا سواء كنا منتكلم على الدوري السعودي تعرض لخسارتين في غيابات قد تكون مؤثرة في صفوف الفريق باستثناء يمكن خط هجومه اللي عاد لي عبدالرزاق حمد الله ولكن اعتقد انه هو عاد من الاصابة لكن مشاركته من عدمه مستوى الفني هل جاهز انه يخش في بطولة كبيرة بحجم بطولة كاس عام الأندية وده النهاردة اللي هركز عليه عيننا على مبارات الاهلي اللي هتتلعب يوم الجمعة مش عايزة اروح للفلومنينزي ولا لمنشستي السيتي اللي الاتنين كمان يبدو انهم بيعان طبعا النهاردة سمعنا عن اصابة ايرلينغ هالند غياب دي بروينا من اول الموسم نتائج السيتي على مستوى الدوري الانجليزي مش الاحسن على الاطلاق تلات تعادلات وفوز بشق الانفس على لوتنتاون تعادل قبل كده مع توطنهام تعادل قبل كده مع شلسي تعادل قبل كده مع ليفر بول في حالة من حالات عدم الاستقرار او خلينا نقول النتائج اللي مش مرضية على اقل تقدير بالنسبة لجمهير السيتي كلام النهاردة على ايقاف النشاط طبعا لسه ما تأكدناش بشكل رسمي لكن فيه احتمالية موجودة لايقاف النشاط في البرازيل عندهم مشاكل في انتخابات الاتحادات وعلى اخره كل ده هنتراحه النهاردة وانتكلم على ابرز اللاعبين اللي بيشاركوا في البطولة مشوار الاهلي في البطولة اللي هيبدأ يوم الجمعة